بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديوكو دي من قناتكم ازايت ربي كلبك مع حضراتك واليد يونس. جوليا هانم كالمعتاد. كويسة وزي الفل تاعي جولي. وحشيتكو طبعا بصي هناك بصي للكاميرا هناك هات. جوليا هانم معك. وجوليا هانم كالمعتاد. غبنا عليكم الفترة اللي فاتت معلش الظروف خاصة كنت مزغول شوية كنت مضغوط كتير الصراحة غبنا حوالي شهرين او تلات شهور تقريبا. وان شاء الله هنرجع لفيديوهاتنا تاني بازن الله. ما تنساش لو اول مرة تشوف قناتنا وعجبك محتوى الفيديو والسفدت منه. تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعل زير الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول ان شاء الله. ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة? جاي لي رسالة واحد بيستانجد. انا انتعيتي عندها سنة وثمان شهور. ما كانتش حاضط كل ده الحضة الاولى. آآ راح كشف عليها لما كملت سنة وتمان شهور. الدكتور ادي له حقا لتنشيط الهرمونات. وبالفعل حاضط بعدها بفترة. وجات اتجوزت. جاه يعمل الصنارة على اليوم الخمسين او الخمسة وخمسين تقريبا. لقاه حمل كازب. عمل تحاليل للنتاية. طلع عندها قصور في الغضة الدراقية. اعمل ايه? في النتاية? واعلجها ازاي? بص يا جماعة. احسن حاجة الطبيعي. احذر تماما 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 العلاج الهرموني للنتاية او للدكر او للانسان كمان. الا لو كل الطرق اتقفلت وما فيش طريق تسلكه غير السكة دي اللي هو العلاج الهرموني. احنا عملنا فيديو هين? وده التالت اسمهم علاج تأخر للحيد عند النتاية. الفيديو ده انا مش عارف الصراحة لسه حسميه ايه? الفيديوين بيوضحوا لك ازاي تعالج النتاية اللي ما حاضطش. احسن حاجة يا جماعة الطبيعة. طب النتاية ما حاضطش. نعمل ايه? الاول هنتكلم عن ايه اللي حصل? حضرتك النتاية ما حاضطش? اولا ورد تكون حاضط وحضرتك ما خدش بالك. ورد تكون حاضط حيض صامت. راجع فيديو اسمه مشاكل للحيد عند النتاية. هيوضح لحضرتك حاجات كتير. فورد تكون حاضط وحضرتك ما خدش بالك. ايه اللي حصل? حضرتك لما النتاية ما حاضطش? ادت لها علاج هرموني. كل الجسم يا جماعة بيشتغل من خلال الغدد. الغدد هي اللي بتفرز الهرمونات عشان الجسم يتاكتفه كل مكان في الجسم يقدر يفعل المواد الكيميائية بتاعته اللي بتأثر في بقيت الجسم كله. فحضرتك لما ديت علاج خارجي الغدد كسلت لان خلاص بقى الجسم بياخد من حاجة خارجية. عامل كده زي التدخين. التدخين اللي بيحصل وليه بيبقى ادمان او اي ادمان عامل ازاي? الجسم ورادي بيفرز نيكوتين. مادة مسكنة. هو والمورفين. مادة مسكنة. لولا المادتين دول كنت حضرتك حسيت بصرايان الدم في جسمك. كنت حسيت بضربات قلبك. كنت حسيت بقلام غريبة. كنت سمعت صوت دقات قلبك. حاجات كتير جدا. دول بيسكنوها. فلما حضرتك تاخد المادتين دول او مادة منهم من مصدر خارجي. طبيعي جدا ان جسمك والغدة اللي مسؤول عن افراز النيكوتين او المورفين. هيكسل لحد ما يبطل لانك بتعتمد على حاجة خارجية تدخلك المواد دي. فلما حتيجي تبطل الجهة الخارجية اللي بتدخل منها المواد دي. الغدة هتاخد فترة طويلة عشان تبدأ تسترجع زاكرتها وتقول لك اه ده مفيش المواد دي في الجسم. لازم انا ابدأ افرز. تبدأ تفرز واحدة واحدة بالتدريج. تصاعدي. فالموضوع هياخد وقت شوية. فاللي حصل مع حضرتك نفس الموضوع. حضرتك اديت علاج هرموني خارجي. وبالتالي الغدة وقفت افراز هذه المواد. فلما حضرتك وقفت العلاج الخارجي. الفترة بتاعت الحمل والحيد والكلام ده. الغدة مش شغالة. طب هتاخد منين? عايزة تاخد وقت. ما تديش بقى علاج للغدة يا باشا. اصبر فترة. طب تعمل ايه? حضرتك راجع الفيديوهات بتاعت علاج تأخر والحيد عند النتاية. ده اللي عندي ما حضرتش. هعمل ايه? تاني وتالت ورابع. طالما ما حدش عنده المعلومة. لازم حد يهاله رغم ان احنا عملنا فيديوهات عليها قبل كده. جماعة الجسم الطبيعي الطبيعي بيشتغل بصورة طبيعية. لما يحصل عندك قصور في الجسم بتاع الكلب او احد المواد او يحصل فيه مشكلة اعرف ان المشكلة نتيجة سوق تربية. يعني ايه? يعني النتاية اللي قادة وما بتتحركش مش هتحيد. او ممكن تحيد بس هيبقى حيد ضعيف. تبقى خصوبتها ضعيفة. اللي قاعدة ما بتتحركش ولا مربوطة باستمرار. النتاية اللي بتتعامل معاملة وحشة ومش كويسة وبتتعامل معاملة قاسية بيجي لها اكتئاب. او النتاية اللي قاعدة زهقانة مفيش حد يلعب معها مفيش حد يسليها لان الكلاب كلاب بتعيش اه كائنات بتعيش في قطعان مش متعودة ان هي تقعد لوحدها على سطح وتطلع له ساعة في اليوم وتسيبه. فالاكتئاب هيوقع لك شعر وحيمنع الحيد. سوق التغذية اللي بيعتمد على الرجول وروس الفراخ فقط في التغذية او الدراي الرقيص اللي مفيش منه فايدة مش بقول لكاتل غالي بس كل حاجة فايدتها حسب سعرها. والفايدة بتتناسب مع السعر. مش هلاقي حاجة فايدة قوية جدا او فايدة عالية وسعرها رخيص. ومش هلاقي حاجة سعرها عالي وفايدتها قليلة. فسوق التغذية عليه عامل مهم جدا. اخر حاجة ان النتاية ممكن يا اما تكون حاضط حد صامت. يا اما تكون حاضط وحضرتك ما اخدتش بالك مش مركز معه وبتقول ان النتاية ما حاضطش. لان في انتاية بتحيد اربع تيام. وفي انتاية بتحيد ست تيام. وفي انتاية بتحيد عشر تيام. وانتاية بتحيد خمستاشر يوم وانتاية بتحيد عشرين وانتاية بتحيد خمسة وعشرين يوم. انا عندي جوليا بتفضل الحد عندها لحد عشرين اتنين وعشرين يوم. وجوليا يوم جوزها لو جوزها قبل اليوم السبعتاشر مش هتلقط. وكله بامر الله واحيانا بجوزها عند اليوم السبعتاشر وما بتلقطش لان دي حاجة بتاعت ربنا في علم الغيب. تمام? فدي الحاجات اللي هتمنع النتاية ان هي تحيد. خلي النتاية تشمشم في انتيات حيدة. اوكي? خلي النتاية تلعب مع ذكرة. هتلاقي النتاية حاضط بصورة طبيعية. نصيحتي لحضرتك متكملش العلاج الهرموني وما تدخلش في الغدة غير بعد شهرين تلاتة من القصة دي نقدر بقى نشوف الموضوع. وخد رأي يا دكتور. واثنين وتلاتة. عشان تتأكد ان حضرتك اخذ السكة المزبوطة. جري النتاية كتير. جريها لحد ما يتهدح لها. غزي كويس. النتاية التخينة ما بتحتش. ولو حاضط مش هتلقط في الجواز. ولو لقطت في الجواز. هتعاني اثناء الولادة. ولو ولدت. هتلاقي الجراوي التغذية بتاعتها اللبن بتاعها مش كتير. لان النتاية التقينا السمنة بتعمل مشاكل في ضغط الدم وفي القلب. وي 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 بتعمل مشاكل كتير جدا. فزي ما سوق التغذية بيعمل مشاكل السمنة كتير والاكل واعدة زغط في الكلبة. ده هيعمل لي مشاكل تعادل موضوع سوق التغذية برضو. تاني جري الكلبة كتير. خلي دمها ينشط. خلي دمها سخنة باستمرار. خلي دمها حامي باستمرار. غزي كويس. خلي النتاية تشم نتيات حيضة. خلي النتاية تلعب مع كلاب دكرة. هتلاقي الدنيا بقى زي الفل مع حضرتك بجانب التغذية السليمة. ما تتجهش للعلاج الهرموني وبحذر تاني زي ما حذرنا من الحقن اللي فيها الكورتيزون واي علاج في كورتيزون انك انت لما هتديه هتحتاج حاجة اكبر او جرعة اقوى المرة القادمة من الكورتيزون. برضو العلاج الهرموني ليه مشاكل لانه بيوقف الغدد بيمنع الغدد او بيديلها اشارة ان انا كده مش محتاج افرز الهرمونات دي لان الجسم بياخدها من برا. فالموضوع عايز تنشيط جري كتير جري النتيجة كتير لحد ما يتهد حلها ما تبقاش قادرة تقف وبحذر احذر تأكل او تشرب والنتايج او الكلب جسمه سخت اتقل عليها تلت ساعة او نص ساعة ابدأ شرب بعد ياب نص ساعة لو مضطرر انك تأكل نص ساعة ولا ساعة ابدأ اكل. اتمنى اكون وصلت المعلومة اللي ليه اي استفسار يبعاد لي في الكومنتات هنعرف الفترة اللي فاتت ما كنتش برد على على الكومنتات خالص. بقى لي تلت شهور بالفعل ما رضتش على كومنتات. واشوفكم بعمر الله على خير في فيديو جديد من قناتكم ازاي تربي كلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.